واذا تريد الولايات المتحدة وأيضاً من هذا القرار ليخرج غدوة تريد أن يخرج قرار ما يطلبش وقف اطلاق النار ولكن يقوم بإدخال مزيد من المساعدات هي موافقة على ذلك تقليل من قتل المدنيين هي موافقة على ذلك أن يكون كبح عنف المستوطنين حتى لو كانوا يأتي في هذه البيان لا يوجد مشكلة أن غزة تكون فيها سلطة فلسطينية لا يوجد مشكلة هذا النقاط الأربع وهذه فيها خلافات مع إسرائيل بالنسبة لماذا لماذا الولايات المتحدة وإسرائيل بعد 75 يوم يرون أن الأهداف التي وضعت يعني الآن كان كبار مسؤولين قد داخل الجيش الإسرائيلي صحفين إسرائيليين كتبوها وضباط سابقين يقولوا أن الأهداف اللي ضعها رفحها نتنياهو كارثة لكن نشوفه في واحد المقال نقرأها لكم ولو اختصار قالوا لأنها لن تتحقق الأخطر من ذلك أن لحد الآن إسرائيل لم تأتي بأي أسماء كبيرة من المقاومة وتقول أنها أصرتها أو قتلتها ما كانش كان بعض القادة العسكرية قتلتهم لكن ما همش من الصف الأول تقدر تقول من الصف الثاني أو الثالث الأمر الثاني السواريخ ما زالت تسقط على مدن إسرائيلي بما فيها تالأبيب أمس مثلا ثلاثة مليون إسرائيلي دخلوا تحت الأنفاق أو تحت الملاجئ بعدما تحاطرت عليهم السواريخ الأمر الثالث الحرب البرية مشتعلة وهي تكلف جيش إسرائيلي كثير أتكوف المقاومة أيضا لكن المقاومين ما عندهم مشكلة في العادة في الحروب المقاومة أنا كنت تكلمت عليها في أحد من اللايفات واجبت الأرقام يومها المقاومة الجزائرية مجاهدين الجزائريين كان لو ناخذوا أو مجاهدين الشعب الجزائري عموما عدد القتلى الفرنسيين إذا أنا زالت منذكر الرقم كانوا في حدود 30 ألف منهم 25 ألف جندي وشرطي وإلى آخره وحوالي 5 ألف إلى 6 ألف من المستوطنين حدود 30 ألف إذا أخذينا بالرقم الرسمي المعروف اللي الجزائرين يحرفوه وهو مليون ونص فهذا يعني 30 ألف مقابل مليون ونص 50 مرة كل فرنسي قتل في الجزائر في حرب الجزائر حرب الثورة الجزائرية 54 كل واحد فرنسي مقابل 150 جزائر إذا أخذينا بالرقم المليون وخمس خلينا برناقضوا بعض الأرقام ليوضعوها بعض المؤرخين الفرنسيين اللي هو يقول لك أنهم كانوا في حدود 900 ألف الجزائرين اللي يقتلوا ما بين 54 و 62 ما أخذوا بهذا الرقم كل مقابل كل فرنسي بهذا الرقم اللي هو ربما أقل الحقيقة لكن لو أخذيناه كل جندي فرنسي أو فرنسي مات مقابل 30 جزائر سواء من الشعب أو من المقاومين أو من الثوار إذن دائما في المقاومين شبناها أيضا مع الفيتنام الفيتنام العدد لا أنا ما زلت متذكر أيضا العدد للفيتناميين الذين قتلوا قبل سنوات أعلنت عن ذلك الحكومة الفيتنامية قالت أنه لا يقل عن ثلاثة ملايين فيتنامي قتلوا في الحرب مع الأمريكان ثلاث ملايين مقابل كم؟ مقابل حوالي 55 ألف 50 إلى 55 ألف أمريكي ماذا يعني ذلك؟ يعني واحد مقابل 60 في كل حروب التحرير المقاومة تدفع أقل شيء واحد مقابل 10 وأحيانا واحد مقابل 100 وفي المتوسط واحد مقابل 30 أو واحد مقابل 50 كما شفنا في الفيتنامي وفي الجزائري إذن هذا أكيد لكن بالنسبة للإسرائيليين إنهم ليسوا أمريكا وليسوا فرنسا إسرائيليين اليهود المقيمين في إسرائيل هم حدود 700 ملايين ونص واليهود إجمالا في العالم هم 16 مليون 7 ملايين ونص في إسرائيل وحوالي 7 ملايين في أمريكا والباقي مليون ونص تقريبا أو زجملائي متوزعين على العالم فأعدادهم قليلة جدا طبعا هذا مشكلة لليهود وربما تعرفوه علاش لأنه عندهم مشكلة في من هو اليهودي وهو أن اليهودي يقدر يكون بابك يهودي ولكن إذا كانت مكمش يهودية فأنت لست يهودي وهذه كانت واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا عموما فالحرب البرية مشتعلة وهذا أيضا يعني ما زالت المقاومة ثابتة حتى وهي تدفع ثمان غالية جيش إسرائيل يدفع أيضا ثمان غالية مشكلة أخرى بالنسبة للولايات المتحدة أن مقتل المدنيين المتواصل والي هو في حدود ألف بين قتيل وجريح كل يوم هذا يرعب العالم ويزعج العالم ويقلق العالم إلى درجة أن المظاهرات والاحتجاجات تحدثنا عليها مطولا دعونا نشوفوا بعضها على السريع مثلا هذه كانت في الكونغرس تخيلوا الكونغرس الأمريكي هذه احتجاجات من الكونغرس الأمريكي سأريكم بعض الاحتجاجات بسرعة بارك باش تعرفوا أن هذا الاحتجاجات رأوا قضب شديد هذا نائب شبناه من قبل خلينا نسمعوه من رأوها هذا جديد وهو مايك والس شوفوا شيقول هذا يقول لهم أنتم تطالبون بإطلاق صراح الرهائن في غزة ماذا عن الرهائن الفلسطينيين إنهم أكثر ب7500 في الحقيقة هذا 7500 قبل 7 أكتوبر لأنه منذ 7 أكتوبر راح تقلوا 4200 من الضفة الغربية وحدها ومن يشعار في كم من غزة الآن عداد هائلة من غزة أيضا فرح يقول لهم إذن اطلقوا أيضا صراح الفلسطينيين لرهم أيضا وستجز ومنهم 2500 لم يمروا على قاضي اعتقال إداري الحبس الاحتياطي كما يسمون عندنا ماذا أيضا هذه في واشنطن تظاهرة أمريكية في واشنطن لا عارف إذا كانت نفسها اللي قبل لكن الأخرى كانت في الكونغرس ربما هذا في مكان آخر وهذه نيويورك والحقيقة مظاهرات كثيرة جدا